اشتركوا في القناة القمر مازل موجود بالحوت في منزلة المقدم وهي منزلة جيدة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح ينكذ فيها حتى تمام ساعة 44 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها الى منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر حكينا بما ان القمر موجود بالحوت معناته بالفترة هاي جميع الابراج تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار او القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعيال الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن نقع في حبال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير اما بالنسبة للزوايا الفلكي اللي راح تتشكل خلال هذا النهار اول زاوية هي زاوية اقتران سلبي راح تكون بين القمر وبين نبتن راح تكون في تمام الساعة تسعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا وهي بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر والمشتري وهي راح تكون في تمام الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ومنهتم بشكل كبير بمتاعب ومشاكل الآخرين منحاولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة مساءا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتبكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بما ان القمر موجود في برج الحوت معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم ثمانية وعشرين عشرة وهي بداية ساعات يوم ثمانية وعشرين عشرة وبيبدأ تقريبا يعني خلو المسار الساعة اتناعش وستة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واربع واربعين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر القمر المحدى بـ 11 يوم فيه تمام الساعة وحدة وثمان دقائق بعد الظهر بيصبح 12 يوم ونسبة الإضاءة بتكون 75% بتطلع اليوم تقريبا لـ 80-82% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعة الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 طبعا مزاجها سعيد بنسبة 25% القمر في الحوت حتى يوم 28-10 مزاجها سعيد بنسبة تقريبا برضو نفس الشيء 25% عطارد في العقرب ومن ثم رح ينتقل للميزان بكرة إن شاء الله طبعا هو متراجع ورجعته هاي شوية رح تأثر على آخر موليد برج الميزان مع موليد طبعا الجوزاء والعذراء سلبيا نسبة الحدود أو مدة التراجع رح تستمر لغاية 3-11 فعشان هيك ما رح نذكر كثير عن تراجع للميزان إلا هيك مرورا في حلقة الغد مزاجه ومنتحس بنسبة 60% الزهرة في العذراء حتى يوم 28-10 المزاج سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه ومنتحس بنسبة 35% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه ممتزج نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 برضو مزاجه ممتزج بلوتوف الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل ومعن اليوم زي يوم أمس بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي واللي بيشعر بعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص أو للعلاج وممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بالطب أو إلها علاقة بالمستشفيات أو بالعلاجات يخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس أهم شي إنك ما تضخم الصعوبات وما تكبرها حاول إنك تكون أكثر واقعية وتستعيد ثقتك وحبك للحياة وأهم شي إنك تسيطر على مزاجك من التقلبات لأن شوي عصبيتك اليوم بتكون حادة نظرا للضغوطات الموجودة هاي فممكن تسبب نزاع أو صدام مع المحيط تبعك فعشان يتضبط الأعصاب مطلوب وبرضو في نفس اللحظة بتخليك شوي يعني تكون متسرع في خطواتك فممكن تتعرض لبعض الإصابات بدك تنتبه فبرضو الأشياء الإيجابية إنه هاي برضو بتساعد لسه الشمس بتعطيك نسبة لبعض المكاسب اللي إلها علاقة باسترداد أموال أو مكاسب أموال عن طريق شراكة أو تعويض أو استرداد أموال لإلك أو حل مسألي لها علاقة بالأمور المالية وعطارد شوي هو زي ما حكينا بيأثر على العصبية وعلى مكان عملك شوي ممكن أنك يعني صير في بعض المشاحنات أو المناسنات أو تستاء من تصرف أحد رفقاء أو زملائك في العمل ولكن عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور وبرضو الوضع الصحي عندك بكون أفضل من الفترة الماضية رغم أنه القمر رح يشكل بعض الزوايا اللي شوي ممكن هيك يكون فيها بعض القلق على بعض موليد برج الحمل وخصاصا موليد آخر العشرية الثاني هم أكثر الأشخاص اللي بدون ينتبهوا برج الثور بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقتك أو علاقاتك مع الأصدقاء بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء زي ما حكينا أو يكون في فرحة معينة لكن أهم شيء أنه دير بالك لأنه برضو هاي الفترة بتهدد ببعض خيبات الأمل بسبب بعض الأصدقاء عشان هيك يدير بالك أنك تدخل بأي خلافات أو نزاعات أو أي حوارات حدي جدا ممكن برضو تحمل هاي الفترة يعني سوء التفاهم أو إنزعاج من تصرف الزوج أو الزوجة المريخ برضو بخليك عنيف أو ممكن تكون فض بطريقة التعامل فممكن يعني تلسع بكلامك أو تكون جارح لبعض الأشخاص صحيح أنه في بعض الإيجابيات زي ما ذكرنا في الأيام الماضي أنه الشمس لسه موجودة في البيت السابع شوي هاي بتعزز نوع من أنواع الاستقرار أو أمور لها علاقة بالشراكة والزهرة برضو بتساعدك يعني في أمور لها علاقة بالعواطف أو تمتين العلاقة العاطفية ما بينك وبين الأحبة أو بداية علاقة عاطفية وحتى على مستوى الحضوظ تعطيك نوع من أنواع الحضوظ الجيدة برج الجوزاء يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله وممكن تعزز العلاقة مع المسؤولين ممكن تحظى بشعبية وتكون كل أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي ولكن الأهم من هذا كله أنه دير بالك تأخر عن عملك أو تهرب من العمل لأن الفترة هاي بعضكو ممكن يدخل في مشاكل على المستوى المهني بسبب ارتكاب بعض الأخطاء والأهم أنك ما تخالف القوانين وما تحاول أنك تشوه سمعتك بالفترة هاي صحيح أنه شوي بعملك عطار التوترات زي ما حكينا في الأيام الماضية وانت هذا كوكبك فعشانك فيه أخطاء ممكن تكون ناتجة عن الحركة أو عدم الانتباه وفي نفس اللحظة حاول أنك تبعد عن الجدالات وعن الصدامات لوضع على المستوى المنزلي تقريبا بنقدر نحكي أنه الأمور جيدة على مستوى الامتحانات أو الدراسة بتطلب منك الدراسة والاستعداد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ نهائيا إذا كان عندك امتحانة أو عندك مقابلة وبرضو في نفس اللحظة بتعطيك نشاط قوي الفترة هاي حتى على المستوى المهني برج السرطان كونوا أكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارات بين المدن بتشعروا بقوة العاطفة وبرضو عندك أحلام إما بالسفر أو بتواصل مع أشخاص خارج البلاد والقيام بمشاريع كبيرة الفترة هاي جيدة حتى على مستوى التواصل والاتصالات والتعامل مع أشخاص خارج البلاد وبتدعمك على مستوى اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة الأجواب تكون جيدة ولكن في بعض الأوقات منقولكو يعني حاولوا أنكم ما تتسرعوا بالإجابات يعني بدها تركيز أكثر الفترة هاي لأنه شوي خيالك جامح هذا شوي بيخلق لك بعض المخاوف الغير واقعية بالفترة هاي برضو بدك تنتبه من عدوانيتك في بعض الأوقات وعصبيتك اللي ممكن تخلق لك بعض المشاكل إما في جامعة أو في مدرسة أو حتى على مستوى معهد ودورات وشغلات زي هيك بتسبب لك منوع من أنواع الصعوبات وخصوصا إذا كان في خلاف أو كان في امتحان أنت مش دارس عليه بشكل جيد الفترة هاي بتخليك شوي متردد زي ما حكينا ومتقلب فممكن برضو أنه يعني تنهال عليك أخبار مش جيدة أو أنك تستاء من بعض المواضيع إجمالا الفترة فيها إيجابية وجود القمر تلقائيا في البيت التاسع لا إلك هو قوي جدا بعزز برضو وبمنح قدرة يعني تقدير الجنس الآخر وقدرة على التواصل مع الجنس الآخر حتى على مستوى إنجاز بعض الأعمال أو بعض المعاملات الفترة هاي برضو جيدة للترويح عن النفس أو تغيير الجو أو حتى التواصل الجيد مع أشخاص إما خارج البلاد أو استقبال ضيف جاي من خارج البلاد برج الأسد تنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية طبعا الأهم إنه بالفترة هاي المخاوف الوهمية هاي بدك تنتبه منها حاول إنك تتجنب الإنقلاق على نفسك والاجتماع بالأصدقاء خصوصا الجيدين وتسلية نفسك على اساس أنه ما تسيطر عليك روح الاكتئاب أو الأفكار السوداء أكثر الفترة هاي برضو يعني اللي إلها علاقة بقلق على أشخاص إما خارج البلاد أو من موضوع أو تأخير معاملة أو بتحاول تتواصل مع أشخاص لغاية معينة خارج البلاد أو أجانب يعني هاي الفترة فيها نوع من أنواع القلق هي يوم ضائل وبعدين الأجواء بتتغير بشكل جيد جدا إلك أو بتكون لصالحك بالفترة القادمة وخصوصا مع انتقال القمر للحمل فهي مناسبة جدا آه مش ضبط الأعصاب وخلي تعاملك جيد على مستوى البيت ومع علاقتك مع أفراد العائلة يعني الأجواء جيدة وبتدعم العلاقة في نوع من أنواع التفاهم ولكن في خبر مزعج ممكن يكون بسبب أحد أفراد العائلة أو على أحد أفراد العائلة برج العذراء تتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم الأجواء مشجعة يوم مناسب لإتمام خطوبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقتك الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها الإنسجام والتوافق طبعا القمر مقابلك تماما هذا يعني أنه برضو طاقتك بحاجة للمراقبة لأنه شوي ممكن تجد صعوبة في التواصل مع شركائك وممكن تتميل للعزلة أو عدم الاكتراث بدك تنتبه من هاي النقطة وابتعد عن المجازفات اللي ممكن أنها تعرضك لبعض المشاكل حاول أنه أنت تستغل لطافتك ورقتك وقيمتك الإجتماعية برضو الفترة هاي مناسبة للعلاقات العاطفية زي ما ذكرنا في البداية وبرضو الوضع العائلي شوي بيكون في نوع من أنواع الإرباك بدك تنتبه بشكل كبير لأنه ممكن تستفز بأي طريقة أثناء تحركاتك واتصالاتك بدك تكون حذر لأنه أنت متسرع شوي خلال هذا اليوم أو بتحاول تندفع بكثير من الكلام أو الانتقادات برضو بدك تكون منتبه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وتبعد عن المجازفات قدر الإمكان برج الميزان بيتراكم العمل عندكم حاولوا أنكم تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية واخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية ولكن الأهم أنه ممكن يكون في بعض الصعوبة في بعض الأعمال أو مشاحنة ممكن أنها تصير ما بينك وبين أحد المعاونين أو الزملاء في العمل وممكن تشعر بنوع من أنواع الضيق يستحسن بالفترة أنك لا تعتمد على الحظ نهائيا برضو لا تنسى أن المريخ في البيت السابع ابعد عن الحدية والنزاعات أثناء تعاملك مع الزوج أو مع الزوجي خصوصا أنه قابلية عالية جدا للحدية شوي برضو على المستوى المالي بدك تنتبه من المصاريف أو من الدفعات الفترة هاي شوي مقلقة على المستوى المالي أو بتسبب لك نوع من أنواع الأرباك وخصوصا موليد أول برج الميزان هم هدولة اللي بدهم يكونوا حذرين لأنه الفترة هاي تطلب منهم مصاريف زيادة أو بذخ بالمصاريف بدهم يكونوا من تبهين ممكن الفترة هاي لها علاقة إما بوعد لمسألة معينة أو خبر جيد ممكن يجيك بخلال الفترة هاي أو يعني شيء يكون لصالحك ولكن ابعد عن الوسواس وعن القلق لأنه هذا الاشيء ممكن يأثر عليك بشكل سلبي برج العقرب تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تشعروا بقوة الحظ والعاطفي وماليا بوسعكم شراء ورقة يانصيب وتجربة الحظ هاي فترة حظ يعني بتساعدك القمر جاي بقوة في مكانه وبتقوى علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجيب مش أنا قولت اش تجرب حظك بورقة حظ يعني تروح تركض على ورقة اليانصيب لا هي بمعنى أنك محظوظ اليوم يعني بعضكم ممكن لو اشترى ورقة يانصيب تكون لصالحه والله أعلم يعني ولكن هي محظوظ بالبيت الخامس لا إلك وما تنسى أنه نبتم بتراجع في البيت الخامس فعشان هيك يعني أنا ببعد عن ورقة اليانصيب ولكن هي دلالات على أساس أنه نقول أنه نسبة الحظوظ عالية الأهم أنه بينتابك شعور بعدم الرضا وممكن تشعر بأنه الآخرين ما بيفهموك خلال هذا اليوم برضو في نقطة إلها علاقة يعني لازم نحكيها إلها علاقة بالعمل أو بالجروح أو بالالتهابات يعني هاي بدك تكون حذر منها حاول أنك تراجع الطبيب إن شعرت بهاي الأمور ممكن شوي تشعر ببعض الإرهاق أو نفسيتك متقلبة أو عصبي في لحظاتك بتقلب مزاجك بسرعة كبيرة وخصوصا أول موليد برج العقرب هدولة اللي بدهم يكونوا منتبهين الشمس تمنحك طاقة إيجابية وبتقوي حتى يعني سرعة تشافيك خصوصا الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو حتى من بعض الإصابات ولكن هي إجمالا المريخ هو اللي بعرض الإصابات وخصوصا أسفل الظهر اللي حضرنا كثير عليه إنه يكونوا منتبهين أثناء حركتكم أو أعمالكم ممكن برضو إنه بعض الأشخاص يساعدوك في مسألة معينة أو يجيك خبر إلو علاقة بأحد الأصدقاء يدعمك بشكل جيد أو يساعدك بشكل جيد بالفترة هاي برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة ولكن الأهم إنه دير بالك يعني شوي هيك من بعض الخلافات أو التهرم من بعض المسؤوليات ممكن تظهر بعض المسال اللي إلها علاقة بالأعطال أو النقاشات أو يعني هيك تكون التزامات عائلية قوية شوي ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر حتى على المستوى العاطفي عندك نوع من أنواع الضغط اللي بسبب لك خلاف مع أحد الأحبة ممكن سؤتفاهم ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو قلق حتى عليهم بكون بالفترة هاي واضح صحيح إنه في نوع من أنواع يعني الأشياء المناسبة لإلك على المستوى التكريم أو منصب أو عمل جديد أو تعامل جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل برضو الوضع على المستوى المالي بدك تنتبه من بعض المصاريف أو يعني بعض الدفعات بتميل زي ما حكينا يوم أمس الأمور اللي إلها علاقة بالروحانيات أو الشغلات اللي إلها علاقة بالكتب الخيالية أو الاهتمام بالغيبيات أكثر ولكن أهم شيء ندير بالك من الأسرار يعني هاي كل يوم ننبه منها لحد يتمنى تجاوز هاي الفترة اللي هي إفشاء الأسرار أو يعني ينكشف أمر أنت بتحاول أنك أنت تخفي برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات أهمش أنك تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط ولكن الفترة هاي ممكن تعرف نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع بعض الأشخاص يعني ممكن تتوتر من بعض الأمور وممكن يصير فيه شيء ما بيرضيك وممكن ترغب في التهرب من الواقع أو من العمل أو حتى من الدراسة لأنه ممكن تكون صعبة الدراسة أو أنك تستوعب الأمور بتكون صعبة وممكن تجد صعوبة أثناء تقديم الامتحانات فعشان هيك اللي عندهم امتحانات بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد كمان لا تنسى أنه عطارت بيتراجع وهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو كلما أشخاص توفي بوعودها بالفترة هاي معك وعلى المستوى العائلي في نوع من أنواع المشاحنات من المريخ دير بالك أنك أنت تفاقمها طبعا مش كل موليد الجدي هم موليد العشرية الثانية هم هدولة اللي بدهم يكونوا حذرين ممكن شوي هيك تكون فيه لك بعض اللقاءات خلال هذا اليوم أو يجي خبر جيد في بعض الأوقات أو شوي هيك يعني تكون مهتم لمسألة أحد الأصدقاء برج الدلو تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات المتصاعدة هاي الفترة بتعرف نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح فممكن يجيك دعم معين أو تحصل بعض الأموال اللي لا إلك أو حتى ممكن تحصل على هدية معينة الأجواء جيدة وبتدعمك أهم مش أنك تستغلها بشكل جيد خلال هذا اليوم ويبعد عن المصاريف قدر الإمكان ممكن شوي يكون في بعض الصعوبة في ميدان العمل لأمر معين وتجد صعوبة في بعض المسائل وممكن ترتكب بعض الأخطاء الناتجة عن التهور أو نفقات بتكون الزيادة عليك أهم شي برضو تنتبه من تراجع وطارد اللي شوي ممكن يأثر على سمعتك أو إشي العلاقة بالوضع الاجتماعي حاول إنك تتحلى بنوع من أنواع الصبر صحيح إنه الزهرة بتمنحك طاقة إيجابية على مستوى برضو المكاسب بالبيت الثامن اللي بتيجي عادة من الشراكة أو تعويض وممكن تحل بعض الأمور اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو حتى مشروع جديد يعني في بعض المكاسب اللي ممكن تجيك من هاي النقطة أهم إشي إنه ممكن يجيك دعم معين خلال هذه الفترة أو مساعدي ما كنت تتوقعها أو ممكن يدخل بعض الأشخاص حلفاء لا إلك يساعدوك في بعض الأمور برج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنت اليوم أكثر نشاط حيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور واتدفع بمصالحكم بتقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي طبعا أهم إش إنك ما تضخم الأمور وتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق وفخدانك للثقة بالنفس بيجعلك مزاجي ومتقلب الشمس بتخلي ذكائك عالي جدا وبتعطيك قدرة على توصيل المعلومة أو جلب المعلومة بسهولة هاي الفترة جيدة للاتصالات بشكل كبير حتى على مستوى الامتحانات بتمنحك قدرة عالية جدا على تواصلك مع أشخاص خارج البلاد ممتازة وبتساعدك في كثير من المسائل اللي كانت صعبة بالأمور الماضية لكن بدك برضو تنتبه من عطارد اللي بتتراجع وخصوصا موليد أول برج الحوت هذولا بدهم ينتبهوا بشكل كبير وخصوصا إذا كان عندهم سفر أو عندهم ترقلات أو عندهم امتحانات جامعية بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ حاول أنك تبعد عن النزاعات وخصوصا في مكان العمل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وحاول أنك ما تتغيب عن عملك خذال هاي الفترة شوي يعني ممكن شوي المريخ هيك يضغطك في بعض المسائل المالية والمصاريف والدفعات وممكن يكون فيه قلق إلو علاقة بوضع الشريك أو بأموال مشتركة أو بسداد بعض الأمور أو تصفية خلافات معينة يعني أو ممكن تكون عن طريق منتج معين الأجواء تقريبا يعني بتحمل نوع من أنواع الإيجابية القوية لا إلك ذكاءك وسرعتك وتنقلك يعني فيه أشياء إيجابية رح تكون اليوم برضو أنت اليوم ملفت للنظر وخصوصا للجنس الآخر بشكل كبير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء